وكل اللعيبة النهاردة رجالة محمد عبد المنعم رامي ربيعة كريم فودي اللي شال مهمة صعبة جدا مكان علي معلول وسام ابو علي حسين الشحاد بير ستاو واللي نزلوا بودلاء طبعا وإمام عشور كل اللعيبة النهاردة عملوا أداء عظيم وكبير اسمه واحد بس ما قلتوش في الأسماء دي واحد بس عشان ده لي حكاية لوحده مصطفى شبير مصطفى شبير اللي عملوا في البطولة دي يقترب من الإعجاز إعجاز أنا محافظ على نظافة شباكي في كل المباراة اللي عبت فيها الأفريقية أنا محافظ أنا كده كده مقفل هالك ضبة ومفتاح ده واحد انت بتلعب عشان خاطر والدك ده قبل ما يلعب أصلا ضغط انت أصغر من انك تشين مسئولية النادي الأهلي في الوقت الصعب ده ضغط انت ماينفعش تكون بديل أحسن حارس في مصر حارس مصر الأول محمد الشيناوي ضغط انت ما تقدرش تلعب أصلا جماهير كبيرة من منافسين ومن فرقتك ضغط كل ده تخطى تخطى ببراعة شديدة براعة خيالية هذه البطولة بالنسبة للعب النادي الأهلي تحسب أولا لمصطفى شبير تحسب أولا لمصطفى شبير ده بالنسبة للقدرات الفنية تعال بقى بص القدرات الأخلاقية قدرات قائد لسه صغير في السن قائد قائد حقيقي راجل بيعمل ايه النهاردة مبارا خلست وانا فرحان والمنافسة صعبة وانت عارفين المنافسة دايما مع فرق الشاباء الأفريقية بيبقى فيها شد وجاذب وهكلم النهاردة على روح الرضاية العظيمة اللي كانت في المباراة بس كل الأمور دي هوريك لقطة دلوقتي بمليون جنيه تعرفك العقلية بتاعت مصطفى شبير اللي هتخليه واحد من أهم كباته النادي الأهلي في المستقبل لعيد كبير العقلية دي اللي بخليها مقدي بشكل كويس بعيد كمان عن الفنيات اللي هو واضح انه حارس مهوب خلاص دي احطها على جنب اعرض لي الحالة او الصورة او الفيديو او المنظر الرائع ده عشان بس الصورة ممكن بتبقى شواضحة لحضرتك مصطفى شبير بعد المباراة طلع أوتوبيس لعبة ترجي عشان يواسي لعبة ترجي ويواسي حارسهم الشاب مميش في صورة رائعة خيالية فيها روح رياضية هذه اللقطة خاصة لرقم عشرة صورة عظيمة ايه الجمال ده يا اخي انت مش مكفيك الروعة اللي انت عملتها في البطولة لا كمان ده انت طالع تعمل دور من ادوار كباتن النادي الاهلي في كل انواع الروح الرياضية في الندوج في الشخصية في الاحترام للخصم ايه الجمال ده ايه الروعة دي برافو مصطفى شبير بصراحة تسقيفة كبيرة بصراحة تسقيفة كبيرة يستحقها مصطفى شبير على مجمل اعماله في هذه البطولة على مجمل ما قدمه مصطفى شبير مع النادي الاهلي منذ اصابت مين اصابت محمد الشناوي اصابت محمد الشناوي عايف يعني اصابت محمد الشناوي انت رايح تخش بديل مكانه انت داخل مكان افضل حارس في مصر افضل حارس في مصر مسؤولية في منطقة الصعوبة وانت ايه انت رايح تحرص مرمى النادي الاهلي يعني افضل حارس في مصر وبتحرص مرمى النادي الاهلي مكانه فاصعب الظروف الممكنة فتسقيفة المصطفى شبير بالمناسبة مصطفى شبير بعد اللقطة دي قال انا ما كنتش اعرف امان ماميش حارس الترجي من قبل وقال ان انا تشرفت بمعرفته منذ لقاء الزهب وقال عليه انه حارس كبير ومستقبل الكرة التونسية والافريقية قال انا عارف ان الاحساس اللي بيشعر به الان احساس صعب جدا وفي الحقيقة امان ماميش قدم بطولة استثنائية وهو من افضل حراس البطولة واتمنى له التوفيق وابارك له على اداءه طوال هذه البطولة وبتسأل هو مصطفى شبير تسأل شايف مين افضل حارس في البطولة قال هاختار امان الله ماميش سألوه تختار مين افضل حارس في هذه البطولة قال اختار امان الله ماميش في كده يا جماعة العقلية دي الطبيع عارف كم ممكن يقولك ايه انا ممكن ما اختارش انا لا دي نسمع بقى للكاف جمهور هو اللي يقول عارف انت بعد ما هيقول نفسه فيقول الكلام ده لا ده قالك كمان الله ما ميش هو أفضل حارس ومصطفى شبير هو أفضل حارس أو أمان الله ما ميش عمل بطورة خرافية هو الآخر مع الترجي بس لا مصطفى شبير أحسن حارس أقولها أنا عشان هو مش هيقولها روعة روعة النادي الأهلي كل حاجة حلوة